خلال اجتمع موسع لقيادات ومديري مناطق هيئة الاوقاف تم تكلف المناطق على مستوى الجمهورية باستكمال المهام المطلوبة منها لسرعة تفعيل الخريطة الاستثمارية التي تعد نقلة نوعية في تاريخ الهيئة نتابع عن ذلك هذا التقرير استكمالا لرؤية وزارة الاوقاف في استثمار اموال الوقف جاء الاجتماع بقيادات ومسؤول هيئة الاوقاف لمناقشة الخريطة الاستثمارية في المرحلة المقبلة الوقت استثماراتنا في أراضي الاوقاف من حيث التمييز ومن حيث قامة مشاريع عليها الأراضي هي أقل تمييزا أنها نعرضها ان شاء الله للبيئة والاستبدال عشان استثمارها في أماكن تانية ان شاء الله وبعد انتهاء هيئة الاوقاف من حصر اوقافها وتوثيقها من خلال اطلس الاوقاف باتت لديها طاعدة بيانات غير مسبوقة ما يمكنها من وضع رؤية واستراتيجية واضحة ومحددة للاستثمار الامثل لأعيان الوقف خلال الفترة القادمة احنا عندنا قاعدة بيانات لكل اي معلومة عن الاوقاف تقدر بسهولة جدا لا تقدر من خلال الهيئة تقدر تحصل على المعلومات ديانية ومن خلالها نقدر نعمل ان شاء الله للفترة جاهزة استثمارات عالية جدا ان شاء الله ويأتي نهاية الاجتماع بتأكيد واحد مال الوقف له مسئولية شرعية وقانونية ما يستوجب من القائمين عليه بتنميته والحفاظ عليه بصورة مثلى ولدهيك للتلفزيون المصري